اشتركوا في القناة خلال السنة الماضية ان شاء الله انه سنهاية تكون احسن من اللي مرت خلال هذا العام بنشط موريد الثور في السفر البعيد في الرحلات في الاتصالات البعيدة بيستفيدوا التجار اللي بيشتغلوا في مجال الاستيراد والتصدير وكذلك اللي عندهم قضايا قضائية ممكن يستفيدوا او يطلع حكم لصالحهم خلال الفترة القادمة بتكون سنة مميزة خصوصا للطلاب اللي في المرحلة الجامعية وبصير فيه نوع من انواع التركيز خصوصا لموليد الثور هاي السنة على الامور الفلسفية او على دراسة الفلسفة او البحث بالامور اللي لها علاقة بالدين العلوم الروحانية الامور الغيبية الاشياء هاي عندهم نهم لهاي الامور بيصير بشكل كبير المشكلة اللي راح تواجههم اللي هي فترة تراجع كوكب المشتري اللي هي ما بين 11.5 لغاية 25.6 بتخفى الانجازات بشعروا فيها الموليد خصوصا اللي هم موليد من 26.4 لغاية 25 اللي عندهم امتحانات بالفترة هاي ما بدهم يعتمدوا على الحظ بدهم يعتمدوا على مجهودهم على دراساتهم لانه هاي الفترة بتخفى الانجازات بشكل كبير ما في حضوض فيها اللي هي فترة التراجع وخصوصا اللي هم موليد اللي احنا حكيين عنهم اللي هم موليد 26.4 لغاية 25 بتتركز المصاعب على موليد الثور بسبب كوكب زحل اللي متواجد في برج الجدي واللي رح يغادرهم هذا العام ولكنه رح يرجع لهم مرة ثانية رح يرجع للجدي مرة ثانية في الفترة هاي تتركز المصاعب كلها في مجال السفر البعيد يعني نسيان جواز السفر نسيان حقيبة نسيان أوراق ثبوتية أدوية علاجية شغلات زي هيك اتصالات البعيدة ممكن يتأخر بريد ممكن يتأخر اتصال معين ممكن أنت تكون تنتظر في رسالة معينة أو أمور إلها علاقة بالهجرة أو عندك امتحان تتركز أمور إلها علاقة في دخولك للامتحان فعشان هيك اللي هي فترة التراجع هاي بدكوا تكونوا حذرين فيها أو اللي هم تحديدا منقدر نحكي اللي هم موليد من 9.5 إلى 20.5 هدولة بدهم ينتبهوا من بداية العام لغاية 22.3 وبعدين من 22.7 لغاية 17.12 بدهم يشعروا فيها باقي موليد الثور اللي هم من 5 من 15.5 إلى غاية 20.5 بالنسبة لكوكب أورانوس اللي موجود في الثور اللي هو عندكم وخصوصا أنه موجود هو في العشرية الأولى وبأثر على موليد اللي هم من موليد 22.4 لغاية 34 هدولة بدهم يشهدوا تغيير مفاجئ في حياتهم ممكن يطال أي مجال من مجالات حياتهم وممكن هذا التغيير يجي إيجابي أو سلبي عشان هيك بدهم يكونوا متهيئين لهذا التغيير بأي طريقة كانت بدهم يتهيئوا لهذا التغيير بدهم يكونوا فطنين إن كان إيجابي بدهم يستغلوا الفرص وما يضيعوا فرصة من عندهم وينشعروا بالخطر ينتبهوا أنه هذا هو التغيير اللي أنا حكيت عنه ونبهت منه خصوصا موليد 22 لغاية 34 هذا التغيير اللي بده يصير لازم ينتبه منه مباشرة بالنسبة لكوكب نبتن بتواجد في برج الحوت مع بداية العام يعني من بداية العام ولغاية 23 بيكون في حركة أمامية هاي الفترة فترة إيجابية بالنسبة للكوكب ولكن إنه بده يتراجع هذا الكوكب لهم من 29 11 لغاية يعني من 23 6 لغاية 29 11 على موليد 7 لغاية 11 5 وهم اللي بدهم يحذروا بس بدهم يحذروا من إيش من الخداع وإنهم يخدعوا أن أنفسهم يعني يكونوا على فكرة وأنهم فاكرين حالهم أنهم فاهمين المسألة صح وبعدين تطلع غلط وهم اللي يخسروا منها البعض منهم بتسيطر عليه نوع من أنواع المخاوف الوهمية نوع من أنواع الوسواس نوع من أنواع القلق من أشياء ممكن ما تكون موجودة فعشان هيك بدهم ينتبهوا لهاي الأشياء في نسبة عالية جدا منهم خصوصا العرضة للأمراض النفسية أو العرضة للوسواس أو الأشياء اللي زي هيك يديروا بالهم من الإنجرار للحبوب والمهدئات أو السموم أو الكحوليات واللي بعرف عنده حدا في بيته من هاي النوعية في أدوية برضو ممكن أنها في ناس بتأخذها بتأذي الأشخاص اللي عندهم أمراض معينة قصوصا مثلا نوع من الأدوية بيستخدموه للتجميل اللي هو للحبوب أو البثور من أعراضه أنه بيعمل اكتئاب في خلال الفترة هاي اللي أنا بحكي عنها اللي هي فترة من 23-6 لغاية 29-11 هاي الاكتئابات بتزيد وبالوساوس بتزيد فعشان هيكي أنا هدا اللي بقصده من عملية الانتباه قسا بالنسبة لموليدي من 11-5 لغاية 16-5 بيختبروا تغيير متطرف في حياتهم إلو عصلة بسفر بعيد بهجرة بشؤون قضائية بالدراسات الأكاديمية بعمليات الاستراد والتصدير هاد بيجي بشكل مفاجئ جدا غير متوقع أنه يصير هذا الشيء وينتقلوا أو أنه يغير هذا المسار في حياتهم فعشان هيك هذا بدهم يكونوا مستعدين لهذا التغيير السريع الأمور القضائية وأمور السفر اللي بعيد يعني ممكن هجرة تيجي بشكل مفاجئ ممكن سفر يطلعوا من بلد لبلد بطريقة مفاجئة فعشان هيكي بدهم يكونوا منتبهين هسا المشكلة اللي راح تصير اللي هي مدة طويلة يعني احنا بنعتبرها اللي هي المريخ المريخ راح يتواجد في بيت متابكم في الحمل وراح يكون في خلال تواجده في الحمل برضو في عنده مدة فيها تراجع مدة يعني مدة مكوته هي من 28 6 لغاية نهاية العام فترة التراجع راح يتراجع هو من 10 9 لغاية 14 11 هاي الفترة بالذات اللي هي من 10 9 ل 14 11 كل موليد بورج الثور بدهم يحذروا من مؤامرات تحاق ضدهم بالخفاء ومن ناس بتآمروا عليهم بالنسبة لكوكب الزهرة كوكب الزهرة راح يكون موجود في الجوزاء وفي خلال تواجده في الجوزاء اللي هو بيت المال عندكم راح يتراجع اللي هو في الفترة ما بين 13 5 لغاية 25 6 في هاي الفترة او فترة التراجع لازم نكون اكثر دبلوماسية اثناء التعامل مع الاخرين لاسيما احبانا ممكن تتوتر علاقتنا بهم بلا أتفاهل اسباب الأمور المالية الأوراق المالية البورصة عملية التجميل نهائيا هاي بتكو تحطوها على جنب وبدكو تنتبهوا انتباه مباشر اللي هي من الأمور المالية لأنه هذا في بيت المال عندكم مصاريف الزيادة خسارة مالية سرقة ضياع مال عشان هيك بتكو تكونوا منتبعين عسا أنا بخلال فترة السنوات الماضية كنت أعمل التوقعات أن أزللكم إياها على شكل أجندة أو على شكل روزنامة اللي هي أكثر الفترات العاطفة المال العمل والفترات الصعبة زي ما لاحظنا أن الكواكب هاي رح تضغط مدة طويلة من السنة يعني رح يكون ضغط لها موجود خلال السنة مش يعني هاد يعني ماشي الزهرة بدها تتراجع فترة تراجعها أربعين يوم ولكن أنه مش معنى هذا أنه مش رح تتنقل في بيوت ثاني وما رح يكون فيه إيجابية فيها فعشان هيك الرزنامة هاي التواريخ هاي ياريت تسجلوها وتعرف أنت من خلال الرزنامة هاي إيش اللي أنت رح تستفيد منه إيش اللي رح يكون لصالحك خلال هاي السنة هاي الفترات اللي تستغلها الفترات اللي تنتبه منها وإيش اللي تستغله وإيش اللي تنتبه منه منقدر نحكي انه الفترات العاطفية خلال هاي السنة رح تكون من 15 ثلاثة لغاية ثلاثة أربعة من 22 ثمانية لغاية 22 تسعة من 12 لغاية 28 عشرة من 21 إحدى عشر لغاية 15 إطناعش ومن 21 إطناعش حتى نهاية العام يعني فيه امور عاطفية كثيرة او فترات الها مناسبة رح تكون خلال العام بالنسبة لفترات المال رح تكون من ثلاثة أربعة لغاية أربعة خمسة ومن 11 خمسة لغاية 28 خمسة ومن 1 إطناعش حتى نهاية العام بالنسبة لفترات العمل اللي هي ممكن دورها عمل او تشتغل في تقدم لوظيفة معينة او تغير مكان وظيفتك الفترات الممتازة لإلك اللي هي من 5 تسعة لغاية 27 تسعة ومن 28 عشرة لغاية 21 إحدى عشرة الفترات الصعبة اللي رح تمر خلال العام صعوبة على صعوبة تراجع الكواكب برضو يعني فترات رح تكون ضاغطة اللي هي من 23 لغاية 19 أربعة من 22 تسعة لغاية 23 عشرة من 23 عشرة لغاية 21 إحدى عشرة وما تنسوا فتر التواجد المريخ فتر التواجد المريخ في الحمل اللي هي من 28 ستة حتى نهاية العام وفتر التراجع الزهرة اللي هي من 13 خمسة لغاية 25 ستة هيك منكون أن هنا إحنا التواريخ هاي ياريت إن كنت تتقيدوا فيها رح تستفيدوا منها كثير إذا استغلتوها بشكل مباشر وبرضو بحكي ياريت إنه هاي التوقعات كلها ما تصير ياريت اللي أنا توقعته هذا كله يكون في الهواء ما بتمنى إنه أي إشي سلبي يصير لأي وحد فيكم أو لأي إنسان فعشان هيك إحنا يعني أنا ما بتنبأ أنا بتوقع يعني هذا تحليلي أنا بالنسبة للحركة الفلكية وللكواكب وللحركة الكواكب وتراجع الكواكب وزوايا الكواكب طلعت معي هاي النتيجة ممكن أصيبه ممكن أخطئ فيها وفي النهاية الله أعلم الله أعلم عن كل شيء بده يصير يعني أنا مش منزل ولا في ملاك منزل بحكيلي أنا إيش اللي بدأتوقع فيه هذا إجتهادي فعشان هيك من نحكي دائما والله أعلم ويا رضى الله وارضى الوالدين ونشوفكوا على خير إن شاء الله وكل عام أنتم بألف خير